صهرة بإذن الله هتكون مهمة جداً وقبل كل ده بالتأكيد شرف ليه اللي يكون موجود مع الكابتن هيسام السعيد أحد أبرز نجوم النادي الأهلي وبالتأكيد صهرة مهمة جداً لحب نتكلم في الساعات الأخيرة من حدث ومحفل دولي كلنا سعداء بالمشاركة فيه للمرة التمنى وده بالتأكيد رقم قياسي مهم جداً مشاركة الأهلي في الموندياليتو وتحديداً في المغرب هذه المرة كان لها مشاركة استثنائية استثنائية في جميع الجوانب اللي تمت فيه المغرب مشاركة من حضور جماهيري مميز جداً لجماهيري النادي الأهلي العلاقة الطيبة اللي بتجمع الأهلي بالمسؤولين فيه المملكة المغربية حضور الجماهير المغربية تحديداً في طنجة ومسندة الأهلي في اللقاء الأول واللقاء الثاني إن شاء الله بإذن الله كمان المشاركة هذه المرة تكلل بميداليا وهتكون الميداليا للمرة الرابعة الأهلي وصل سيمي فينال كاس عالم أندية خمس مرات ثلاث مرات خد البرونزية مرة في عام 2012 خد المركز الرابع لكن إن شاء الله غداً بإذن الله تكلل المجهودات بميداليا برونزية كابتن هيسم النهاردة الصهرة مهمة جداً لأن الناس لما بتعيش حدث مهم زي كاس العالم بتستنى بقى تشوف اللحظات الأخيرة والمباراة الأخيرة والمنافسة لها اللعب والميزة في هذه البطولة يا كابتن هيسم لعبنا جميع المدارس صحيح من أول نيوزيلاندا مروراً بالكونكا كافة أمريكا الشمالية ثم لعبنا ريال مدريد ورايحين دلوقتي الأمريكا اللاتينية فلمينجو صاحب التاريخ الكبير في القرى البرازيلية يم اشتركوا في القناة